أهلا بقى شبه نتكلم مرتها بشكل مفصل عن Y7 Prime 2019 خليفة Y7 Prime 2018 وجهز لحق نزلة مبيعات محترمة جدا رغم الانتقاد الواسع اللي اتعرض لي وهي حقيقة انا واحد من الناس يعني من اوائل الناس استخدمت منتجاتها هو حتى قبل التلفونات في مصر ايام المودمس وايام يعني الكلام ده في 2007 او 2008 وكلنا عارفين قصة الانترنت البداية ازاي في مصر تفكيك الموبايل ده بياخد بالضبط خمس دقايق مش اكتر من كده ودي نقطة تعتبر نقطة ايجابية في الموبايل وتبقى سهلة جدا اسناء السيانة لدى الفانيين العاديين ولدى الناس اللي مش خبيرة اوها تبقى بالنسبة لتعامل مع موبايل ده يبقى سهل جدا بدون اي مشاكل فك الظهر بطريقة يعني تعتبر سلسة جدا برضو يعني حابين نوضح ان احنا اتبع الطرق لو يعني خدنا الفيديو ده جايد ليكم اسناء التفكيك الموبايل او اسناء اي عملت سيانة اول حاجة بنفك بحرص الفيديو تبقى البصمة وهنلاحز ان الظهر عبارة عن ظهر من البوليكربونايت طبعا مدون عليه ان هو من البوليكربونايت وهي الظهر هنا تقيل والظهر كويس الظهر يعني اعتبر خامته افضل شوية من ال اي 30 مثلا وال اي 20 يعتبر تقيل واعتبر قويس والبصمة والجزء الخاص بالعدسة بتاعة الموبايل الكامير رفسها مدمجة بشكل قوي ومدمجة بشكل قوي والتليفون يعني مسكته مريحة خاصة مع وجود كريفات في ظهر الموبايل بتتديله يعني اريحية وتتديله استخدام قويس ومسكة قويسة على اسناء الاستخدام النقطة الايجابية في ظهر الموبايل كمان ان هو بنفس اللون الجاي بيه جاهز نفسه اللون الزرق فبالتالي لو تقشر مش هتلاحز قوي التأشير ونظر السعب على المكانات الداخلية هنلاحظ ان الموبايل مختلفش كتصنيع عن يعني الفلسفة اللي قايم عليها معظم البردنة الصيني في الفئة الاقتصادية نفس الكابلات الواصلة من الماثر بورد والبوردر المساعدة البوردر السفلية المساعدة اللي شايلة مدخل الشحن والمايك الرئيسي وطبعا فيها جهز خاص بتوصيل السماعة سماعة موجودة بشكل ممتاز وتعتبر جيدة بصفة عامة من حيث الصوت والوضوح والدقة وماء الى ذلك الكاميرات هنا تعتبر يعني تعتبر كويسة F1.8 تعتبر فتحة كويسة جدا للكاميرا الخلفية 13 ميجا بيكسل وطبعا فيه هاوز من البلاستيك محاط بي وده مقبول كله في فئة السعر اللي تعتبر 3000 جنيه اقل من 3000 جنيه لاحظت مع الاستخدام اثناء الاستخدام موبايل للفترة طويلة ان فيه سخونة برضو مازالت موجودة سخونة اسفل موبايل وده هنشوفه على طول لما نفك الجزء الخاص بالسماعة والهوز الخاص بالسماعة طبعا هنا ملاحظين السماعة هنا عليها جوانات وعليها حاجات بتمنع التصارب السوائل للموبايل موبايل هنا غير مدعوم او غير مقاوم باي معيار للسوائل او الرطوبة او الغبار وما الى ذلك لاحظين طبعا الكابلات اللي هنا اللي وصلة وده ملحوظة على معظم موبايلات الاقتصادية والمتوسطة ان الكابلات موجودة بشكل يعني على البطارية من فوق ده اعتبر شكل يعتبر مش كويس ويعتبر تنازل وانت كمستخدم عادي تقلق لو البطاريات نفخت بشكل عجيب في الحالة دي لازم تغير البطارية عشان البطارية لو اتنفخت هتأثر على الكابلات دي ممكن تقطع الكابلات او في اي مشكلة فبالتالي مفضل جدا جدا او مطلاحز انتفاق على البطارية بشكل غريب تغير البطارية ده مدخل الشحن من نوع ميكرو يو اس بي بيشحن بقى اثنين امبير وخمسة فولت طبعا شحنه اعتبر بطيق نسبيا طبعا هنا ملاحظين البطارية 4000 ميلي امبير من نوع بليمر مش ايون مش ليسيوم ايون زي ما في مواقع كاتبه طبعا دي حاجة تعتبر اخطاء موجودة زي انشاسي من الالمونيوم سبيكة الحياة ممتازة جدا وسبيكة تقيلة وجهاز تعتبر تقيل في مسكته وفي الايد ويعتبر تقيله ومش يعني مش هتحس انه هو موبايل خفيف او موبايل يعني لو اعملناك يكسر او مقل لازلك الموبايل يعتبر كويس ويعني اخاماته تعتبر تقيلها تعتبر ممتازة جدا ويعتبر كويسة جدا مع وجود التنزلات المعتادة في الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة الفون طبعا متقفل بطريقة يعني تعتبر يعني تعتبر يعني برضو يعني سهلة وسالسة ومش مكالكيين او الدنيا وحتى البورد المساعدة لازق كده بشكل يعني حتى مش يملهش مكان يحصل لك عليه مثلا انا تجي تركب اللوحة دي بنرجع بقى تاني كل حاجة مكانها تاني مش مضطرين نفك المزر بورد هي نفس الافكار ونفس كل شيء بنرجع البصمة تاني مكانها ونركب الفلاتة وبنرجع نركب الضهر تاني طبعا انت كمستخدم عادي مش مضطر ان انت تعمل الكلام ده ولا تفتح تليفونك ولا تعمل اي حاجة من الحاجات دي الخطين وكالت المور الخارجي طبعا بيركابه على طول مباشرة من خلال دورج الشريحتين اللي احنا شايفينه ده طبعا الجهاز فيه 32 جزجرة داخلية و3 جي جرام واداء البصمة هنا لو جانوا بص اداء البصمة اعتبر اداء كويس والنطش هنا شكله اعتبر مش انسيابي شوية تحس ان هو مقطوع كده من الشاشة انا ما بحبش في الشكل ده من النطش اللي شوفناه في سلسلة الام من سامسونج والسلسلة الاي كان شكل افضل من ده يعني بشكل ملحوظ والشاشة هنا بدقة HD بلس وهي حقيقة ممتاز جدا شاشة تعتبر دقة قويسة وزواء الرؤية تعتبر مش وحشة زواء الرؤية قويسة وهتستمتع بالالوان ومشاهدة اليوتيوب وتصفح على شاشة دي بدون اي مشاكل والسطوات تحت اقضاء الشمس برضو اعتبر مقبول جدا من غير اي ملاحظات سلبية ولكن ملاحظت انا بس اثناء استخدام الفترة طويلة واثناء اللعب على الموبايل ان فيه سخونة تعتبر محسوسة ودايقتنا انا شخصيا في الزراير السفلية او في مكان الزراير السفلية ده نتج عن وجود صف الديات او صف الامباط بيضيق الشاشة ككل اثناء تشغيل الشاشة لوقت طويل وعلى طبعا مغلصته عالي طبعا ما اس الشاشة هنا ستة وربع بوصة دقريبا والجهاز تعتبر كبير شوية في مسكته على اليد خصا مع وجود اطار كبير وتعتبر يعني تعتبر ميزة شوية ان الاطار هنا كبير لان الاطار لو قليل وعدم موجود طبقة حماية وصفة على الشاشة دي كان هيبقى مشكلة اوه زي اللي شوفناه في الام عشرين ووش الشاك قصر بمجرد ما التلفونه اه هنا تعتبر ميزة المتلفوني واعتبر يعني متقفل كويس واعتبر شكله يعني مش حلوة اوه لكن متان تعتبر افضل شوية من الام عشرين جهاز جاي بمعالج سناب درجل ربعون خمسين طبعا كلنا عارفينه معالج سومين النواية ومتكرر في معظم التلفونات لتحت التلاف جنيه او تحت المية وستين دولار او المية خمسة وسببين دولار واداءه يعتبر اداء كويس جدا ويعني انا حقيقة شغلت على الاسفل تناين كان شغال بمنتهى يعني السلاسة بدون اي مشاكل والجهاز ده هشغالك حتى على معدل اطراءات قليل شوية ولكن هشتغل معك منتهى السلاسة بدون اي مشاكل والاداء ككل يعتبر اداء مثالي مع وجهة هواوي اللي تعتبر يعني مش خفيفة اوه مش ثلثة اوه لكن بتديك مميزات كتير مع الاندرويد ايت بوينت وان اوريو تعتبر خلطة تعتبر قديمة شوية ومناسبة لموباولات الفون وتمانتاشر مش الفين وتمانتاشر عابب اقول لها حاجة اخيرة جايز بقدم لك خلطة كويسة بقدم لك يعني كاميرا خلفية بدقة ترتاشر ميجابيكسل وكاميرا امي ستتاشر ميجابيكسل سيلفي اعتبر كويس جدا والصور زي احنا شايفين صور ممتازة جدا بالنسبة لكاميرا الخلفية خصوصا ما في الحاسة وان بوينت ايت وطبع كمان في كاميرا مخصوصة لعز الاشخاص في وضعات البورتيني ميجابيكسل والتصوير عمتا في الفئة دي مش هتاخد احسن حاجة ومش هتاخد كاميرا بروفيشنال لو انت مهتم بانت تحصل على كاميرا افضل مكان خصوصا كاميرا انه بقدم لك معلومات تعتبر استثنائية ومعلومات جيدة ويعني عشان نقدر نستمر دعمك ده مهم جدا بلايك وشير وسبسكرايب وشكرا جزيلا وإلى اللقاء